كلنا اول ما ابتدنا نروح الجيم ما كناش فاهمين المفروض نعمل ايه ايه التمرين اللي نلعبها ايه العضلة ايه بعد ايه ايه نظام الاكل طب المفروض اجي كام يوم كل الحاجات دي ما كناش نعرفها فكل اللي كنا بنعمله وقتها نحنا بنروح للكابتن اللي موجود في الجيم وبس وبعد كده تمشي ورايي اقول لك بقى ايه تعال العبلي على الجهاز ده تلات مجميع بعد كده العبلي تعال اخد البار وحط خمسات والعب التمرين ده وفي الاول في الاخر احنا لكنا فاهمين ليه بنحط الوزن ده ولكننا فاهمين ليه ألعب ثلاثة مش اربعة وليه ألعب عشر عدات مش خمسة وليه مش خمستاشر فكنا ساعات بقى بنتطر ان احنا بنجيب برامج تدريبية من مجلات اللي هي زي مثل من فتنس والحاجات اللي كانت موجودة وقتها ايامنا يعني وساعات كان فيه بعضا من البرامج عندنات بس ده في الفترة اللي في الاخر مش زمان قوي لو عندك بقى المشكلة اللي انا بحكي عليها ده يبقى لازم تشوف الفيديو الاخر السلام عليكم فيه ثلاث برامج تدريبية انا هتكلم عليها النهاردة اول برنامج اللي هو ال 5 ديز خمسة ايام لو انت عايز تروح الجيم لخمسة ايام وتلع بعض الواحدة في اليوم زي مثلا صدر ضهر كتاف درعات رجلين والنوع التاني اللي هو بيبقى اربعة ايام اللي هو بيسموه ابرولور اللي هو بتاخد الجزء العلوة من الجسم والجزء السفلي من الجسم ويبقى بتقسم ابر وان لور وان يعني بتاخد مجموعة من التمارين الجسم العلوية في يوم ومجموعة تانية في اليوم التاني وبعدكته بتتريح يوم في النص وبعدكته بتلعق ابر تو ولور تو وبعدكته بتكمل باقي التمارين وبعدكته utiliser force ورائب منه شوية اللي هو ال Six Days بس بيبقى بوش بول وهو فيه تمرين الدفعة ويوم تمرين السحب ويوم الرجلين وبيتقسم على 6 ايام ان انت برده بيبقى اول يوم بيبقى push مجموعة من التمرين بعد كده pull بعد كده الرجلين بعد كده ترجع تاني push pull الرجلين ويبقى كده عملت ال 6 ايام واخر نوع اللي هو the full body اللي هو بتمرن تمارين الجسم كله اللي احنا ساعات بنسميه general وده اللي هو بتلعبه على مدار 3 ايام في الاسبوع بيبقى مثلا يوم بتتمرن وراحة ويوم بتتمرن وراحة ويوم بتتمرن وراحة يبقى بتلعب 3 مرات بس في الاسبوع في دراسة في 2016 قالت أنت لو مرنت العضلة مرتين في الأسبوع هذا يؤدي إلى نموه أحسن للعضلات من لو مرنتها مرة في الأسبوع وفي دراسة تانية قالت أن بتعليد تكرار التمرين يعني بتلعب أكتر من مرة في الأسبوع لنفس العضلة زودت النمو العضل بنسبة 38% وده كان أسرع من اللي كانوا بتمرد بتكرار التمرين قليل يعني مرة واحدة في الأسبوع إيه مميزات نظام التدريب العالي التكرار اللي هو زي ما قلنا بتلعب العضل أكتر من مرة في الأسبوع مع الانظمة اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو دي هتزود حاجة اسمها تخليق البروتين على مدار الاسبوع وهتعمل حاجة اسمها بتلعب مجميع عالية الجودة لا ثانية واحدة بس بالراحة علي ايه عالية الجودة دي هو فيه جودة نص كوم وجودة متوسطة وجودة عالية اديكم سئل لو انت مثلا بتلعب البرنامج التدريبي الاولاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيبقى خمس تيام وبتلعب بعد الواحدة بس في الاسبوع فمثلا في يوم السدر بتلعب العادي يعني بتلعب مثلا ستاشر مجموعة يعني اربع تمارين مختلفة وكل تمارين بتلعبه اربع مجميع يبقى كده اربعة في اربعة في ستاشر طيب اكيد اكيد ان انت بعد ما انت بتلعب ستاشر مجموعة لنفس العضلة اكيد في فترة ما ممكن مثلا في النص التاني من المجميع هتبتدي تحس بارهاق للعضلة يعني ومش هتقدر تدي اداء عالي وقوي زي ما بدأت ده طبيعي وبالتالي في حاجة اسمها الوركاوت اوتوت او انتاجات الشغل اللي هي التوتل مجموع المجهود اللي انت عملته في التمرين في اليوم ده اكيد هيبقى اقل طب تعال بقى نشوف النحة التانية لو انت بتلعب السدر مرتين في الاسبوع هتيجي مثلا اول يوم تلعب اربع مجميع بنش واربع مجميع تفتيح وبعد كده اليوم اللي هو هيجي بعد كده اللي هو تاني يوم يعني في الاسبوع هتلعب مثلا دامبلز ميل اوكي وتلعب مثلا بوشبس او اي تمرين تاني كابل كروس او حط بقى نفسك في هنا وفهنا في الاتنين هتلاقي ان انت هنا استفدت باكبر قدر ممكن من المجهود للتمرين والعضلة وهي ايضا احتفت فالمحصلة النهائية هيبقى اعلى من لو انت لعبت في نفس اليوم نفس العضل وعشان انت في الحالة دي مش بتلعب التمرين كتيرة لنفس العضلة في نفس اليوم طب خلان اتفق بقى الحاجة ايه احسن تدريب او احسن برنامج تدريبي للمبتدئين في الحالة دي احسن حاجة المبتدين ان انت تلعب الفول بادي وورك اوت مرتين او ثلاثة في الاسبوع طب ليه؟ لان هدفك وانت في الاول في المرحلة بتاعت المبتدين ان انت تعرف وتحفظ وتذاكر كل الحركات الاساسية والاداء الصحيح يعني انت في الاول المفروض تبقى عارف ازاي تلعب البنش بريس طريقة الصحيحة كابل، الضهر، الرجلين، السكوات، الكتاف كل الحاجات دي المفروض هدفك الاساسي ان انا ابقى عارف الاداء الصحيح لان هو ده اللي هيبني نجاحك بعد كده لو انت بتبيت تعلمت غلط في المرحلة اللي في الاول احب اطمنك ان انت مش هتوصل للي انت عايزه وبعد الشر ممكن تؤدي الى اصابة نظر لان انت في الاول تعلمت غلط او مهتمتش ان انت تعرف الحركات او الاداء الصحيح لكل تمرين وده كله هيساعدك ان انت تبني بيس كويس او قاعدة كويسة جدا بحيث ان هي تزود لك الباور وقوة التحمل وتقلل من اجهاد العضلة وكان فيه برضو دراسة في الفيلم و 18 قالت ان تمرين العضلة 3 مرات في الاسبوع احسن في بناء العضلات وقللت ظاهرة اسمها معدل الجهد المبذول يعني انت وانت في التمرين نفسه بتحس ان الاداء ايه عم ده الاداء زي الفل والدنيا بسم الله ماشا الله ماشا الله كله تمام ده مش كده وبس ده كمان فر كفري بتحس ان انت لما بتخلص تميل وتروح ثاني يوم تلاقي الدنيا ظريفة كده وايه والاستشفاء خلص بسرعة وتلاقيك عايز تروح التمرين تاني وهكذا ده بالنسبة للمبتدين بالنسبة بقى احسن برنامج للمستوى المتوسط والمتقدم بعد مرحلة التلات تيام الفول بادي اللي احنا اتكلمنا عليها لأ المفروض بقى تبتدي تزود الايام اللي تروح فيها الجام وتلعب مثلا زي اللي قولة 4 تيام بعد كده ممكن تلعب 5 تيام بعد كده ممكن تلعب 6 تيام وفي الاول وفي الاخر زي ما اقلتلكو وكذا مره بقول هو ما فيش احسن برنامج تدريبي هو فيه حاجة مناسبة للمستوى بتاعك وبس الاهم حاجة احسن اجابة السؤال احسن برنامج تدريبي هو البرنامج اللي انت هتقدر تنتظم عليه وتمشي عليه بالزبط وتعمل البروجيسيو اوفرلود اللي هو زيادة الحملة التدريبي عشان تحسن الاداء والنتائج بتاعتك وتوصل لاعلى واسرع طريقة لبناء العضلات وفي الاخر نفس اعرف بقى كل واحد ماشي علي انا نظام تدريبي وايه النظام التدريبي اللي عامل معاها النتائج وماشي عليه كويس ومبسوط منه ويا ريت لو حد عنده اي سؤال واي سرصار اكتبلي في كومنتات تحت والسلام عليكم